السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتو ما تفرجوا الفيديو تاليوم واللي راح يكون عن تنظيمات صنعة لتنظيم معين لكن احنا نقدروا نستفدو منها في عدة تنظيمات اخرى خصوصا اذا كان المطبخ دينا صغير وضيق وكذلك راح نشارك معكم بعض الافكار اخرى للمطبخ كما راكم عارفين يعني اي تنظيم نستعمله في البيت ديالي الا انتقاسموا معكم هكذا باش نتقاسموا الافكار لا اكتر ولا اقل وبلاء ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو راح نبدأوا بالفكرة الاولى اذا ما كانت متوفر عندك هذا الخاص بحامل المعالق يعني هذا موجود في كل المطبخ راح نقتارح عليك هذي الفكرة مثلا اذا كانت عندك قنينة متحتجيهاش انا هذي تكسرت يعني تقشمت في القنط يعني كما راكم تشوفو في الرأس ديالها كما راكم تشوفو جاء الشكل ديالها راقي يعني تحاولوا تستافدو اي حاجة تكون موجودة عندكم في البيت مشي ضروري انك تكل في نفسك وتمشي اتشري وحدة من المحل يعني اي شي تشوفيه مناسب حاولي انك تستافدي منه في المطبخ ديالك اما بالنسبة للمنظم الثاني واللي كنت شاركتو معاكم في اللوتينت ديالي وقلت لكم ان شاء الله النهار اللي نستعملو في المطبخ ديالي راح نوضي لكم النتيجة اللي ما شافوش الفيديو هادو شيتو من محلات محلات الدولار تري الواحد بالدولار يعني اثنين جاوني بالتو دولار يعني رخاص مشي غالين بنات مشي مكلفين ينحطو بهذه الطريقة وتقدر تزيدي حتى الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة يعني اه يعني وحدة جيت نحط فوق وحدة يعني الفيديو رايوضح نفسه وفيهم عدة الوان هذا هو اللول اللي لحقت عليه يعني ما لقيتش الوان اخرى على بيها جبتو فيق بيستاش الوم مهمة راح نوري لكم كيفاش استعملتو استعملتو تحت حوض المطبخ كما راكم تشوفو تحت وضعت الإيزيس يعني مسحوق غسل الأواني والفوق وضعت يعني هادو اللي خاصين بالمطبخ فقط يعني مشي تنظيف تعالبيت على المطبخ فقط وضعت يعني الفيهم اي شي وهذا المنظم كنت شاركتو معكم في فيديوهات سابقة لبنات عندو عدة استعمالات راح نشارك معكم فكرة جديدة استعملت شريط واحد كيفو استعملتو لفكرة اخرى بالنسبة للفيديوهات السابقة لح نحاول نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله نمشيو الى المنظم الثالث هو هذا حامي لقطعات اللحوم هذا عجبني بزاف وشفتو عمالي عمالي وعندو عدة استعمالات مثلا توضعو هادو اللي خاصم تقطيع اللحم لكن بشرط لازم هادو اللي يكونو في القدام ما يكونوش طال يعني ما يكونش بزاف سوالح وإلا الباب ما تغلقلكمش يعني حاولو ما تكتفوش بزاف المقدمة على الباب باش الباب ما تتبلع ما تغبنكمش هادا كان بالنسبة للتنظيم الاول ليه والحين راح نشارك معكم بعض افكار تقدروا تستفدو منهم بهذا التنظيم مثلا تقدروا توضعو هادو المساحيق تاع المطبخ يعني مسحوق غسل يعني ايزيس بالعامية دينا الفيم اللي تغسلو بكوزينيا يعني كماركم تشوفو عندو ما يرفضلكم او كذلك وضعو فيهم ورق المطبخ بهذا الشكل يعني نشوفها عملية ورفضتلي ثلاثة كماركم تشوفو او كذلك تقدروا توضعو فيهم كل من واكس بيبر اليمينيوم لهدوك اللي الساشي تاع المجمد خصوصا انهم خفاف مش يتقالوا ما يتأطروش على الباب يعني تأكدوا من نوعية الباب ديالكم يعني حاولوا ما توضعوش حاجة تقيلة ولا هكذا ليبلا ولا سواني تاع الفرن كذلك فكرة رائعة واما بالنسبة لهذه الفكرة تاع الزيت يعني ما تشوفهاش حسا لتم لانه ممكن الزيت يتقل لكم للباب تاع البلاكاغ ديالكم يعني انتيا والمطبخ ديالك والنوعية ديال وهذه هي بالنسبة لهذه الفكرة واللي حبيت نتقسمها معاكم لانه كامل عندنا هذا المشكل وما كاش اللي ما مرتش بهذا المشكل وهو يتودروا الغلاقات تاع ليبواط ديالنا يعني ومن بعد جات في بالي هذي الفكرة شريت هذا المنظم اللي كنت شاركته معاكم من قبل يعني مستعملته بزاف البيت ديالي وضعته فيه الغلاقات تاع لمبلعبيهم ليبواط وليبواط ديالي وضعتهم هنا في هذي سليلة هكذا وجاء كلش منظم وكلش على يدية ومن بعد هذا التنظيم لبنات وحدا ما تودرت ليش صراحة وجاءت مقابلة يعني وضعت مننا هذا المنظم ومقابلة المنظم الثاني اللي كنت شاركته معاكم في فيديوهات سابقة اللي نوضع فيه الغلاقات تاع التنجرات وضع فيه فقط التنجرات اللي نستعملهم يوميا ورح نشارك معاكم بعض السؤال اللي كنت شاركته معاكم في فيديوهات سابقة ولي رح إن شاء الله نحاول نخلي لكم رابط الفيديو ولا من الأحسن نروحوا للقناة وبالذات رحوا إلى بلاي ليست يعني تلقا واختاروا العنوان تعال التنظيمات ورح تلقاوا فيه كامل فيديوهات اللي عملتهم من قبل هذي بالنسبة اللي راهم جداد في القناة وما شافوش الفيديوهات اللي قديمة واللي راها رائعة وإن شاء الله رح تستفدوا منها أما الفكرة الموالية واللي حبيت نشاركها معاكم هي عن قطعة اللحوم يعني الأغلبية منها نستعملوها فقط هكذا استعمالات من بينها أنك تستعملها كتقديم للأكل ديالك بدي الطريقة أو تحط عليها الصحن أو أي شي حبيت شوفوا لبنات يعني الشكل ديالها يجي راقي خصوصا يعني مرة على المرة نحبوا نخلقوا هذك التغير في الطاولة ديالك باش تفتح النشهية المهم هذي فكرة حبيت بختاجها معاكم ونفس الشي بالنسبة لهذي القطعة من هذا النوع الخشب هذي يعني مثلا أنا مستعملتها هكذا نحط عليها الأبريق أو أي شي سخون يعني الشكل ديالها ضعقي أو كذلك كما راكم ولا راكم مش تشوفوا نحط عليها أي مشروب يكون سخون للتقديم كما كاباتشينو أو عاصر يعني نشوفها فكرة يعني يعني تعطيك واحدة النظرة رائعة للتقديم أو كذلك تقدروا تقدموا فيها كما أنا نعمل اليوم مرتضلة مع الزيتون أو الجبن خصوصا إذا كانوا عندكم عدة أنواع أو كذلك تقدروا تقدموا فيها الخبز من بعد ما تقطعوه على شكل الدوائر وتحمصوه يعني يشوفوا لبنات يخلق لكم واحدة ديكو رائع في الطاولة ديالكم ويعني شوية تغيير أو الشوكولة المهمة عندها عدة استعمالات حاولوا وتستفدوا منها في المطبخ ديالكم هنا أحسن من اللي كنت هكذا ندورهم ونحطهم في السالون يعني نشوفها عملية نشوفها منظمة وفي نفس الوقت تعطينا ديكور رائع في السالون ديالي هذي أنا خلصتها رخيصة كانت تسول وما قامت لي شغال المهم أنا هذي فكرة عجبتني وحبيت أن بختار لها معكم تمنى إن شاء الله حتى وما تعجبكم وتستعملوها في البيت ديالكم هنا لبنان تكونوا وصلنا إلى نهاية الفيديو ونتمنى إن شاء الله وبإذن الله هذي الأفكار اللي بختار جيتها معكم يكونوا عجبكم ولو قليل يعني ولو حاجة قليلة المهم أكيد كل وحدة والرأي ديالها كاللي يعجبها وكاللي ما يعجبها وشو كاللي تعرفهم وكاللي ما تعرفهم احنا هنا كامرانا باش نستفدو مع بعضياتنا البعض لا أكتر ولا أقل واللي هذي دايما أكد عليها والحين مع اليامان قلكم البنات غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا شكرا